وزع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مقاطع فيديو مجزة ومركبة فوق بعض لكلمته خلال ترأسه لقاء بقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بحضر موت الكلمة كانت مقتصرة على مواضيع محددة وغير مفهومة بشكل مباشر مما يضع الكثير من التساؤلات حول الرسائل التي يريد المجلس الرئاسي إصالها عبر نشر هذه المقاطع والإبقاء على المواضيع الأخرى بعيدة عن العلم مقاطع فيديو لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي شملت إحدها الحديث عن ضربات الحوثية لميناء الضب النفطي وخسرت الحكومة سبعين بالمئة من إرادات تصدير النفط قبل أن ينتقل الفيديو ذاته إلى جزئية مبهمة تتحدث عن صعوبات واجهها الرئاسي والحكومة دون تحديد نوعها لينتقي الفيديو مرة أخرى إلى جزئية يتحدث فيها عن مطالبتهم بمبلغ لم يذكر رقمه بل اكتفى أنه من بعض المشاريع الكبيرة جدا التي تنجز في حضر موت ليخص بالذكر بعد ذلك شركة بيترو مسيلة وأنها ستنجزه خيال الأشهر القليلة القادمة وصف ذلك بالمفاجأة التي قالها للحضرين في المطار إما يؤكد أن هناك خفايا لا يريد العليمي إظهارها للشارع الحضرمي الرئيس العليمي وفي مقطع أخر بدأ فيه بالحديث عن ممارسات الحوثي الإجرامية وأنهم في الرئاسي ليسوا بميليشيات وأنهم يهتمون بالمرتبات والخدمات الغائبة تماما عن أرض الواقع ثم انتقل إلى دعوة الحاضرين إلى تقبل النقد في عملهم يأتي بفيديو آخر يحاول تبرير الفشل الحكومي بأن البلاد في وضع استثنائي يدعو هنا إلى حوار مفتوح يشمل الجميع لاستماعي للأراء حول عمل الرئاسي والحكومة والسلطات وفي نفس الوقت الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية وحول قيادة هذه السلطة المحلية فيديو جديد آخر ظهر فيه العليمي يتحدث عن همهم الوحيد وهو مصلحة الناس وألمح بعدها إلى اتخاذه قرارات يريد التمهيد لكشفها بقوله إن كثيرا من الحكومات اتخذت قرارات كثيرة واتضح للناس أهميتها ولو بعد عشر سنوات ليكشف بعد ذلك عن قرار المجلس الرئاسي في التراجع عن قرارات بنك مركزي عدن المتخذة ضد الحوفيين وقال إن الرئاسي على حق وأن الجميع سيدرك ذلك لاحقا لينتهي الفيديو هنا الفيديو الأخير جاء فيه حديث العليمي عن إقراره بأن هناك تباطؤ في إنجاز المشاريع في حضر موت ولكن هناك منجزات والكل يرها وأنه سيزورها وسيفتتحها ثم جاء حديثه عن إعادة تصدير النفط من حضر موت وإجراء الحوث بإيقاف شراء الغاز من مأرب يختتم حديثه بأن كل ذلك هو مخطط إيراني لعاقة عمل رئاسي الذي قال أن جميع أعضاؤه ليسوا على خلاف ليكون بذلك حديثه معاكسا لما يحدث على أرض الواقع وما رفض النائب البحسن لمرافقته لحضر موت هو خير دليل على ذلك تبقى تصريحات الرئيس العليم تعتريها الشفافية والوضوح حول المقصد الأساسي من الزيارة لحضر موت في هذا التوقيت بالذات زيارة كثر الحديث معها عن إعادة تصدير النفط وحصص الجميع منه مما جعل الزيارة محل تساؤل الكثير أو وقف شراء الغاز من مارك